هاي حبيب قلبي غازك مسدود غازك ما عم يعطي نار غازك عم بيش احبر التناجر النار ضعيف كتير اتمدي هادي الطريقة رح علمك عليها وصدقيني رح تدعيلي جدا من بعد ما تشوفي هادي الفيديو وشايري قدمة فيك حتى يستفيدوا ما تنسيني من اللايك بداية انا عندي هون النار خفيفة جدا جدا متل ما شايفين انا عم فرجيكن عليها كتير خفيفة يعني بصراحة اذا بدي حط انا مقلة حتى اقلي بطاطا بده وقت كتير كبير هلا هون نحنا شو رح نعمل انا عندي ابرة البانج كيف نحنا رح نستخدم ابرة البانج بيكون في عندي بقلب الغاز من جوه هيك ثقب صغير شو منعمل من دخله او من جيب ابرة من دخله بهيد الطريقة فتح بيكون عنا فتح ثقب الغاز اذا بحال ما فتح رح علمك على طريقة من مكون موجود بقلب البيت رح نعمل هيد الطريقة وقدام عينك رح تشوف النار هبت من الغاز وصدقين اعتمديها وما رح تندمي انا عندي هوني البيكونج بودر مثل ما شايفين البيكونج بودر فعال جدا وانا بستخدمه تقريبا لكل وصفاتي رح تضيف ملعة صغيرة والمكون الثاني هو الحامض 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 المتواجد عندكم بقلب البيت بتجيبه نصف حامضة وبتعصروها على البيكونج بودر اول ما نحن نعصر الحامض رح يعطينا تفاعل غير شكل هلأ رح تشوفوا معاي كيف هلأ انا هوني وضعت الحامضة بهيد الطريقة وشوفوا التفاعل هيده هوني رح تعطينا النتيجة رح نحركن كتير منيح بهيد الطريقة وهلأ هوني انا رح جيب بريت البانج واسحب كل البيكونج بودر والحامض اللي انا عملتن بهيدا شكل شوفتم هلأ فعال يعني فعال غير شكل انا هوني رح جيب الابرة واسحبهم وكيف انا هون بدي استخدمها مباشرة رح انتقل على الغاز ومطرح الثقب رح سير دخل البيكونج بودر والحامض بقلبه وارجع اسحبهم رح تلاقوا كمية زيت بقلب السيرنجة شي مش طبيعي كل الزيت رح يدوب معانا كل الاوساخ اللي بقلب الثقب رح يروح بهيدا الطريقة لايكوا هلأ هوني انا رح دخيلها بهيدا الشكل ورح ارفعها من دخيلها ومنه ارفعها وكل الاوساخ رح يطلعوا اسا بقلب الابرة ورح تشوفوا كمية الزيت اللي كانت متواجدة بقلب هيدا الثقب من وراء القلي من وراء اي شي هلأ شوفوا معايا كيف رح تلاقيت نتيجة هلأ هوني انا شلتون وطلعتون بهيدا الشكل طبعا انا هوني دخلت الابرة بهيدا الطريقة شايفين كيف لايكوا هوني اللي بلش يعطيناك على اللون الغامق وليكوا منا يعني شي دخيل انقاموا كل زيت وكل الدهونات اللي كانت متواجدة بقلب هيدا الثقب هلأ هوني رح تدور لكم الغاز ورح فرجيكم ما شاء الله كيف رجع قوي وبهب بهيدا الطريقة لايكم ما شاء الله عتمديها وكتير حلو بعطيها لأمك لرفيئتك لأختك لرفقاتك هلأ هوني رح رجع الغاز بقلب أو العين الغاز بقلب الثقب ورح دور لكم ياه ورح تشوفه قده وهج النار صار قوي هلأ هوني رح دوره بهيدا الطريقة شو رأي يكون طبعا هوني اسم الله الضو كتير قوي فمش مباين كتير رح عرب هيك شوي ايدي وهوني ما شاء الله الضو كتير بحقل متل تركي لعندك الفيديو بعطي لغيرك حتى يستفيد هلأ خلونا ننتقل للفكرة الأخيرة الفكرة الأخيرة كتير حلوة ومهمة هي عبارة عن الأديحة في كتير أشخاص عندهم هيك أداديح بتعبوا بالغاز بس للأسف منهم بس يجيبوا بدون يعبوا الغاز بقلب الأديحة ما بتنجح معاهم لأنه بتكون الأديحة من تحت للأسف مسكرة أو بالزيت أو بهك شي رملة أو واسخة فجيبوا الإبرة وبتفتحوها من تحت وبتعبوا الغاز بكل سهولة من دون صعوبة ومن دون أي شي اعتمديها وأنا هلأ صار بد أودعكن إلى اللقاء